انجزت المهمة وحصدت فرق الموت المأجورة في تعز ضحية جديدة هذه المرة كان فريق البعثة الدولية للصليب الأحمر هو الهدف قتل حين لحود لبناني الجنسية برصاص مسلحين مجهولين غرب المدينة ضحية جديدة إذن وضعت في دائرة الاستهداف والمشهد يقول الكثير وإذا ما جرى الحديث عن محافظة تعز تبرز الحالة الأمنية حيث لا يكون الأمن مجرد أحاديث إعلامية فالإسهاب عن التحرير وإحكام القبضة الأمنية لا أثر له تقول الشواهد الكثير هنا في تعز وإن كانت المدينة ستغرق في مستنقع الفوضى أكثر فلا داعي للتحرير إذن فذاك بات مدعاة للسخرية خصوصا وأن الحادثة وقعت في مربع يخضع لسيطرة جيش الشرعية الوطني ما تقوله هذه الحادثة الإرهابية أيضا ليست فرق الإغاثة وحدها المستهدف هنا بل وآلاف المعوزين والنازحين فما حدث في الضباب سيكون له بالغ الأثر في المحافظة كلها حيث يدفع بالمخاوف لدى العاملين في المنظمات الإنسانية إلى أقصاها في ظل اتساع دائرة القلق من أخذ الأوضاع منحا آخرا بين الأطراف المتحالفة والمتصارعة التحالف العربي بالنسبة له بحاجة لكسب المعركة في تعز لكنه أيضا لا يريدها إلا وفق مخططاته هو وإقصاء من يتصورهم خصوما على الأقل ليسوا شركاء يجري الحديث في هذا الشأن بعد أن سرت معلومات عن نية التحالف الدخول في عملية تحرير تعز بشكل جدي لكن ثم تمنير أن التحالف سيغرق أكثر إن استمر في تفصيل الاستراتيجيات بعيدة المدى وفق تفكيره القاصر وبعد ثلاث سنوات من التجارب في خوض الحرب في تعز والعودة إلى محاولة إعادة صياغة المشهد يعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية وإفراغها ما قد يسمح لبعض الجماعات بملئه بقوة نيرانها وتخفيها تواصل الأياد الآثمة حصد أهدافها في تعز تعز التي تبدو على موعد مع فصل جديد من التأزم سياسيا وعسكريا تبدأ مؤخرا فيها عمليات تصفية واغتيالات ممنهجة معلنة لكن ما هي العمليات الخفية التي لم تشهدها تعز قبل الآن؟